في تطورات الوضع في الجبهة اللبنانية الإسرائيلية شن حزب الله غارة بطائرة مسيرة على موقع عسكري شمال إسرائيل أدت وفق الجيش الإسرائيلي إلى جرح ثلاثة جنود وفق المراقبين تعد هذه المرة التي يعلن فيها حزب الله عن تكتيكات جديدة في هجمات هدد إسرائيل إذ أعلن الحزب لأول مرة استخدامة مسيرة تطلق صواريخ قبل الانقضاض على أهدافها وكان الحزب قد أعلن عن استهداف سبعة مواقع إسرائيلية على الأقل أحدها في المطلب مسيرة هجومية مسلحة بصاروخين من طراز إسفايف وعلى الجبهة المقابلة أعلن الجيش الإسرائيلي شن سلسلة غارات على قرى حدودية جنوب لبنان واستهداف تجمع الحزب الله على طريقان ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصره أجرى رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي جولة في مقر الفرقة مائتين وعشر برفقة قائد المنطقة الشمالية وأكد على ضرورة الجهزية العالية مشددا على أن الجيش سيتخذ القرارات وفقا للتطورات موضحا أن الجيش قادر على إنجاز المهمة بشكل ممتاز وقد تم تدريب الجنود وإطلاعهم على الخطط تم تدريب الجنود وهم مطلعون على الخطط فلدينا كل ما نحتاج ونستطيع إنجاز هذه المهمة بشكل ممتاز وهذا ما تقولونه لي حيث تلقيت انطباعا بأنكم على مستوى عال للغاية من الجاهزية الشيء الأهم هو الجاهزية العالية بالإضافة إلى ردود الأفعال القوية وتحديد الأهداف الصحيحة وضرب الجانب الآخر أناقش هذه التطورات اللبنانية مع ضيفي من لبنان الكاتب والباحث السياسي الأستاذ بشارة خير الله ولكن اسمح لي أستاذ بشارة أن أنوه بهذا العاجل الذي يظهر أمامك وأمام أستاذ المشاهدين أن باء تتحدث عن سماع دوي انفجار عنيف في مدينة مأرب شمال شرقي اليمن في هذه اللحظات إذن دوي انفجار عنيف يهز مدينة مأرب شمال شرقي اليمن مرحبا بك مجددا أستاذ بشارة ويسعدنا دائما وجودك معنا فيما يتعلق بداية نسأل هنا وفقا لهذا التصعيد الجاري واستخدام تكتيكات جديدة لحزب الله في هذه المعركة دعنا نسميها بهذا الوصف كما يقول مراقبون هل باتت الحلول الدبلوماسية حضوضها أقل من ما يجب أن يكون خلال هذه الفترة يعني أنا أستطيع أن أقول لك ليس هناك من إمكانية لحلول دبلوماسية الحل موجود بالمدين والمعركة اليوم طال أمدها ووصلت حرب الاستنزاف إلى المراحل الأخيرة حتى لو قيل عكس ذلك بالإعلام الكل يسابق كل وقت من جهة الإسرائيلي نتنياهو يسابق الوقت في ظل معارضة أمريكية اليوم وبدأ ظهور علامات معارضة بالداخل حزب الله من جهته أيضا يسابق الوقت لأنه جنوب مدمر بالكامل وهناك خسائر كبيرة وكبيرة جدا يعني خسائر بشرية وخسائر في الحجر والبشر وأيضا يعني بغزة ومحيط غزة ورفح وكل ما يتعلق بالجهاد الإسلامي وحركة حماس كمان قال خسائر كبيرة بالإنجليش فيه جملة معادلة الخاسر خاسر لكن بهذه المعادلة أيضا يبقى الإسرائيلي هو الأقوى بين كل المتخاصمين أو المتحاربين اليوم لأنه يعني مزود بكل الأدوات التكنولوجية التي تمكنه من إطالة أمد الحرب أكثر من فريق حزب الله حزب الله من جهته يحاول إظهار الكوة أو الندية في الحرب لكن هذا الكل بيعرف أنه مش موجود يعني حتى لو طلع مسيرة وشو ما طلع الكل بيعرف أنه يعني التفوق اليوم هو لمن يملك تكنولوجيا أكثر ولمن يملك يعني قدرة كتالية وضحت هذه الفكرة أستاذ بشارة لكن دعنا نتحدث عن الشأن الداخلي اللبناني إلى أماذا يعني أزمة دعنا نسميها بالأزمة أيضا كما تقول التقارير الصحفية تعيين رئيس أو انتخاب رئيس جديد للبنان أسهم فعلا في تعقيد الأمور على جبهة الجنوب دا يعني جبهة الجنوب أسهمت في تعقيد الأمور على انتخاب الرئيس لأنه يعني الفريق الممسك بزمام الأمور هو أو يعني أنا بحب سميه الخاطف للدستور اللبناني ولكرار الدولة هو فريق حزب الله يعني الذي بدأ المعركة بـ 28 تشرين ووضع مفتاح أسرب عبداء والقصر الجمهوري يعني القصر الرئاسي في جيبه وقال نحن ذهبنا لمناصرة غزة ومساندة غزة حرب المساندة بدأت من لبنان ونحن ذهبنا إلى مبدأ ربط السحات ولن نتكلم برئاسة الجمهورية يعني قبل ما تخلص المعركة حزب الله ربط موضوع الرئاسة الجمهورية بموضوع الجبهة الجنوبية مع اسرائيل بموضوع الحرب الدائرة بين اسرائيل على أرض غزة مع حماس وذلك الوضع الرئاسي معقد بسبب هذا الفريق الذي لا يريد التخلي عن أي شيء يعني المطلوب من حزب الله فقط اليوم يقول أنه أنا سأذهب بالكتل النيابي اللي أنا بمثلها سأذهب إلى المجلس النيابي ولن أعطل النصاب ولا يربح من يربح هذه الجملة الوحيدية اللي مش قدر تأخذ منه لأنه يريد خطف كل شيء للمقايدة سياسيا على الحدود مع اسرائيل طبع البعض يسأل ألا من جهة ما فيما يتعلق بهذا الملف تحديدا يمكن لها أن تضغط أي أنها تمتلك أوراق ضغط فيما يتعلق بتحريك ملف الرئاسة حكما حكما لن يتحرك ملف الرئاسة قبل أن تأتي الحلحلة على الطريقة الإيرانية الأمريكية يعني حزب الله اليوم متى أخذت إيران أي وعد من الأمريكي برفع العقوبات أو ما يشابه يتنازل حزب الله عن التشدد بموضوع الملف الرئاسي وهناك ثواب كثيرة تدل أن حلحلة في لبنان حصلت بسبب حلحلة أخرى أخذها الإيراني في العراق لذلك أنا أقول لك نعم الموضوع اللبناني مربوط بما يحدث بالإقليم وبما يحدث بغزة وإسرائيل والعراق واليمن وغيرها لأن حزب الله يقول أن أكلنا وشربنا ومالنا وسلاحنا عند الولي الفقيه وهذا الإيراني يريد أن يؤمن بعض المكاسب من الأمريكي والأمريكي اليوم هو المايسترو أو السوبر باور فإذا ينتظر الإيراني من الأمريكي إعطاءه أي مكساب حتى يتنازل عن الوركة الرئاسية البعض يرى فيما يتعلق بالملف وهذا ليس ببعيد على فكرة على فكرة أنا أقول أن هذا الأمر لم يعد بعيدا بتأديري أنا طيب البعض يرى هنا أستاذ بشارة بأن أيضا موضوع عزوف المرشحين أقصد يعني بعيدا عن فرنجية وأزعور وأيضا فرام فيما يتعلق بعزوف هؤلاء المرشحين لشغر كرسي الرئاسة يبدو أنه يشكل سببا بشكل أو بآخر على موضوع شغور هذا الكرسي أو هذا الملف في اتجاه حله كيف تعلق على هذا الملف؟ سيد الكريم لا بد من توضيح نقطة أساسية مهمة الدستور اللبناني لا يتحدث عن مرشح يعني في أي شخص مواطن لبناني بيكون نيم بيتخته إذا بيجتمع المجلس النيابي وبينتخبه بيصير رئيس للجمهورية ليس هناك آلية للترشح ليس هناك أي شيء دستوري يقول أن هذا يريد تأمين الأوراق كرمالية ترشح ما في مننا هذه الرئيس ينتخب من قبل المجلس النيابي النواب عندهم آلية حتى يترشحوا وعندهم شروط وعندهم يعني بس بس رئيس الجمهورية أي ماروني في لبنان لأن العرف يقول أن رئيس الجمهورية في لبنان ينتمي إلى المذهب الماروني مسيحي ماروني أي ماروني في لبنان يمكن أن ينتخب هو وغافي بدون ما يعمل أي حركة لذلك لا ليس هناك آلية هناك إعلان نية يعني بيجي شخص يقول أنا حابب يكون مرشح بيعمل اتصالاته مع النواب الكل يعرف اليوم أن الأفق مصدود بهذا الشأن لأنه فرنجية المدعوم سليمان فرنجية الوزير السابق المدعوم من قبل فريق حزب الله لا يزال حتى اللحظة يقول أنا أتمسك بترشيحي لماذا؟ لأن فريق حزب الله يقول له أبقى في ترشيحك لأن حزب الله ينتظر مقايدة الكل بيعرف أنه لا أمل لسليمان فرنجية بالوصول إلى الرئاسة لأنه ليس هناك من كتلة نيابية وازنة أيدو وما في إمكانية تزيد ولو بدأت تزيد كانت تزادت سنة أكتر من سنة معطلين البدن طب يعني هل من كلامك أستاذ بشارة هل سيرحل هذا الملف إلى 2025 للعام المقبل؟ أنا بتأديري لا أنا أرى في أنا أكتر بيقوله أنه ما فيه رئاسي بالـ 2024 وسيرحل الملف إلى 2025 أنا أعتقد عكس ذلك أنا أقول أنه يعني بليلي ما فيها ضوء أمر بتصير حلحة لأقليمية بين أمريكا وإيران تأتي الرئاسة بزار في أيام ما بيكون حالا نحسي بالحسن جزير الشكر لحضرتك على كل ذي الإضاحات والمعلومات أيضا من بيروت الكاتب والبحث السياسي الأستاذ بشارة خير الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر